صنع طال وثائق في غاية السرية تكشف معلومات خطيرة قد تنهي مصير الحكومة الشرعية بالكامل تفاصيل خطيرة إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة كشفت وثيقة في غاية السرية لوزارة الدفاع الأمريكية عن استعداد السعودية إلى حد كبير لتخلي عن وكرائهم من أجل نهاء الحرب في اليمن وأفادت صحيفة The Interest الأمريكية بأن وثائق البنتاجون المسربة تعطي نظرة أمريكية غير مسبوقة على محادثات حرب اليمن السرية وزعمت صحيفة الأمريكية أنه في أعقاب الاتفاق المدعوم من الصين كانت سعوديون على استعداد إلى حد كبير لتخلي عن وكلائهم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا من أجل نهاء الحرب المستنزفة في اليمن بحسب الصحيفة شعرت الولايات المتحدة بالقلق وسرعت إلى إرسال دبلوماسيين إلى المنطقة لضغط على أمال تقويض صفقة قيد الأعداد وقالت إن تيم لاندور كينغ المبعوث الأمريكي إلى اليمن هرع إلى رياض في 11 من نيسان أبريل مع انتشار أنباء عن اتفاق سلام لتذكير القادة السعوديين برغبة الولايات المتحدة في الاستمرار في دعم وكلائهم في الحرب التقرير الاستخبار بحسب الصحيفة هو نافذة على الحسابات الاستراتيجية السعودية واليمنية في الأسبوع الأخيرة قبل أن تتوسط الحكومة الصينية في تقارب بين السعودية وإيران التي تدعم حركة الحوديين وكانت المتحدثات باسم وزارة دفاع الأمريكية سابرينا سينج أكدت أن الولايات المتحدة لا تزال قريقة للغاية من تداول محتويات الوثائق العسكرية السرية المسربة عبر وسائل التواصل الاجتماعي كذلك أعربت المتحدثات باسم البنتاجون عن خوف بلادها مما يمكن أن تتسبب به التسريبات من ضرر لا يمكن إصلاحه لحلفاء واشنطن وشركائها قائلة أن هذه الوثائق تتضمن معلومات سرية حساسة إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة